سيرة نجم برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال يعد المهاجم الدولي السابق يوسف صدقي أحد أبرز نجوم وهد فيه كرة القدم الليبية خلال مواسم السبعينيات وكان قائدا لفريقه النصر بامتياز ونجم الفريق الأول بدون منازع وصانع أفراحه وانتصاراته بدأت مسيرة الكروية موسم 1963-1964 ضمن أشبال نادي النصر عن طريق المدرب الوطني الراحل عثمان الوزري وقد ساهم في حصول فريقه على بطولة المنطقة الشرقية أربع مرات لفئة الأشبال تدرج سريعا بين مختلف فئات فريق النادي وفي الموسم الرياضي 1966-1967 انتقل للعب في الفريق الأول مع المدرب الوطني عبد السلام النوار في الموسم الرياضي 1971 وفي أول دوري الجمهورية قاد فريقه النصر لإحراز الترتيب الثالث وقد قد قيات متميزة وعروض ونتائج رائعة وأبهر الفريق كل الجمهور الرياضي والصحافة الرياضية بأسلوبه الحديث والفريد وكورته الجماعية ومواهبه الشابة كان صدقي في تلك الفترة يقوم بدور مززوج حيث اللعب وقيلات الفريق وتوجيه النصح للعبين داخل الملعب لمصلحة الفريق قال عنه المدرب لغزلفي الكبير ماتي كالو إنه كان محظوظ بوجود نجم في قيمة صدقي بفريقه لأنه كان يعتبره بمثابة مدرب ثاني داخل الملعب وأشاد بهذا الدور القيدي الكبير الذي كان يقوم به صدقي بامتياز نظرا لقوة شخصيته والاحترام الذي يحظى به من كل اللعبين في عام 1970 كانت صحيفة البلاغ تقيم استبيان سنوي مع نهاية كل موسم كروي لاختيار أفضل عشر اللاعبين في ليبيا وقد تحصل صدقي على الترتيب الثاني موسمين متتريين عامي 70 وعام 71 وتحصل على الترتيب الأول وجائزة أفضل لاعب عام 1974 وقد خصته الصحافة الرياضية ومنها صحيفتي الحقيقة والجهاد بألقاب كثيرة مثل المهاجم الأول والأستاذ ومهاجم بنغازي الأول يعتز النجم الكبير يوسف صدقي كثيرا بأهدافه الحاسمة لكن أبرزها أحرزها هدفين في شباك حارس المرمى العبلاقة التونسي عتوغا في مبورات مدية جمعت فريق النصر ضد الأفريقي التونسي والتي أسفرت عن فوز فريق النصر بفضل ثنائية يوسف صدقي وكان وقتها حارس المرمى الشهير عتوغا حارسا لمرمى المنتخب التونسي وأفضل حارس مرمى بالقارة الأفريقية بالإضافة إلى هدفه الجميل في شباك المنتخب الإماراتي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين في دورة كاس فلسطين التي يقيمت ببنغازي عام 1973 كما تحصل صدقي على لقب هداف الدور الليبي موسمين عامي 70 و71 وكانت في كل مرة برصيد 15 هدفا تعرض النجم الكبير يوسف صدقي كثيرا للخشون والإصابات التي نالت منه للحد من قطورته أهمها في مباراة النصر المهمة مع الأهل طرابلس عام 1974 حيث تعرض لإصابة خطرة ورغم الإصابة تحامل على نفسه وعاد إلى الملعب من جديد لكنه أصيب للمرة الثانية وهذه المرة تم نقله إلى المستشفى ثم إلى العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج وبعد العودة من رحلة العلاج الطويلة التي استمرت مئة يوم كانت نتائج فريق النصر في ذلك الموسم 1974-75 غير مرضية مما جعلته يعود سريعا لقيالة الفريق ليساهم في عودة الروح والنتائج الطيبة للفريق الذي ظل وفيا له ولغلالته دول مسيرته الكروية الناصعة التي جسد خلالها الوفاء في أبهى صوره ومعانيه وكان مثالا رائعا يحتدى به وقدوة حسنة لكل اللاعبين ومربيا للأجيال عقب الاعتزال أواخر السبعينيات اتجه إلى مجال التدريب وقاد فريق النصر الأول للتتويج ببطولة الدور الليبي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الرياضي 1986-1987 ترجمة نانسي قنقر